اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجيكم 10 سكايب حديث عراقي يعني أنت وزارة التخطيط الحالية قبل أيام قليلة قالت أن عدد سكان العشوائيات في العراق وصل إلى 3 ملايين وخمسمائة ألف نسم يعني 3 ملايين وصف نسم والحقيقة أن هذا الرقم كاذب لأنه سبق أنه أعلى هذا الرقم في عام 2014 وفي عام 2018 أيضا هذا الرقم والكثير من المختصين العديد من المختصين الكثير منهم والكثير من الدراسات تؤكد على أنه يعني أكثر من 7 ملايين نسمة يشكلون نحو 17% من سكان العراق وهم سكان العشوائيات البعض يتحدث عن 8 ملايين لكن يعني أكثر الدراسات تشير إلى 7 ملايين 7 ملايين ونصف نسمة 7 ملايين ونصف نسمة يعني 7 ملايين ونصف مليون مواطن عراقي يسكنون في العشوائيات في أماكن بعيدة عن كل شيء ويشكلون 17% من سكان العراق التي تقول وزارة التخطيط الحالية أيضا تقول أن عدد سكان العراق نحو 40 مليون نسمة طبعا هذه النسبة من العشوائيات التي اتشارت إليها وزارة التخطيط لا تشمل العشوائيات الموجودة في شمال العراق في محافظات أربيل وسليمانية هذه غير مشمولة بهذه الدراسة وهذه الإحصائيات فبالتالي النسبة التي تحدث عنها 17% أو النسبة التي تحدث عنها الحكومة تقول 10% هذه النسبة ترتفع ربما إلى أكثر من 20% حتى مع رقم الحكومة ترتفع إلى أكثر من 15% وبالتالي هذا عدد مهول جدا في بلد مثل العراق بلد ثري بلد الثروات النفطية مليارات التي جاءت إليه أكثر من تريليون ونصف مليار دولار أكثر من تريليون ونصف دولار يعني تريليون ونصف دولار جاءت موارد من عام 2003 لحد الآن كلها بددت في مشاريع وهمية وفي الفساد وفي الخراب وبالتالي المواطن لم يكسب شيء وبالتالي الحالة من سيء إلى أسوأ والعشوائيات في الازدياد وهذه العشوائيات هي مناطق طبعا غير خاضعة للتخطيط السكاني العمراني خارج المدن داخل المدن غير مخدومة ليس فيها خدمات لا ماء ولا كهرباء ولا مدارس ولا مستشفيات ولا أي شيء والبناء فيها عشوائي وبالطريقة التي يريد الناس في أزمة كبيرة الحقيقة طبعا قضية تاريخ العشوائيات في العراق ربما تاريخ قديم لكن على الأقل منذ قيام الجمهورية عام 1958 كانت هناك عشوائيات قبل حتى في العهد الملكي كان هناك بعض السكان الذين قدموا من الريف نتيجة ما كانوا يعانوه من الأقطاع من ضيم الأقطاع ومن أرهاب الأقطاع مزارعين فلاحين من الجنوب كانوا يأتون إلى المدن وخاصة إلى بغداد في عام 1958 لاحظوا المعالجات الكارثية في عام 1958 أيضا كانت هناك عشوائيات كانت في العهد الملكي وضعت في الشاكرية في غيرها في قريب من منطقة الخضراء في مناطق عديدة يعني خلف السد في خلف يعني قريب من الوزيرية في مناطق أخرى كانت توجد هذه العشوائيات كان هؤلاء الفلاحين قد تركوا أراضيهم وجاءوا إلى بغداد بسبب ضيم وظلم الأقطاع الزراعي في ذلك الوقت وكان على حكومة 58 حكومة جمهورية أن تذهب إلى معالجة الأسباب أن تعيد هؤلاء الفلاحين إلى أراضيهم والعراق بالزراعي أن تعيدهم إلى أراضيهم أن توفر لهم كل الخدمات الزراعية أن توفر لهم الإسناد والمعونة لكي يزرعوا ويفلحوا ويكسبوا وتحسن أوضاعهم الحياتية والمعاشية ويحسنوا الإنتاج العراقي وهذا الخير سيعود عليهم وعلى الوطن وعلى الناس أجمعين لكنها لم تفعل ذلك عبد الكريم قاسم جاء من أهلهم مدينة سمها الثورة وقعد بها كل هذه العالم بطريقة غريبة وكأنه يعني هذه اللي يسموها يعني علب السردين اللي يسموها المصريين في بيوت 140 متر ما أعرفه شيء قد أقال ما أعرفه شيء غريب عجيب وسكن بها هذه الناس واعتبرهم جزء وحمل مدينة بغداد وحملها عبئ كبير هي غير قادرة عليه بدون خدمات بدون أي شيء وبالتالي صارت واقع حال بعد 2003 العشوية زادت فوضى قانون غير موجود دولة غير موجودة عقاب غير موجود الأحزاب توزع الأراضي مثل ما تريد لا أحد يحاسب ولا يقول لها يعني عائدية هذه الأرض لمن توزع للناس الناس بطالة عالية جداً جداً تبحث عن عمل لا تجد عملاً فبالتالي تتجه إلى المدن اتجهت إلى المدن القريبة من عدها تركت الزراعة انتهت لأن الاستيرادات مفتوحة لا زراعة ولا رعاية للزراعة ولا صناعة موجودة لا عمل موجود بطالة عالية الناس اتجهت إلى وفوضى وقانون ماكو ولا أحد يحمي اتجهوا إلى المناطق العشوائية وبنوا مناطق عشوائية وصلنا إلى الحال اللي الآن يتحدثون عن سبع ملايين ونصف إلى ثمان ملايين مواطن يسكنون في المناطق العشوائية والمناطق العشوائية هذه مناطق غير مخدومة لا بخدمات أي خدمات غير مخدومة يعني قليل خدمات فكيف مع المناطق العشوائية التي لا بها لكهرباء ولا ماء ولا خدمات ولا مجالي ولا كل شيء ولا مدارس فبالتالي أجيال تولد في هذه المناطق العشوائية من الأمية من الجهل من العصابات مصائب كبيرة جدا جدا فقر وبطالة وأمراض يعني مناطق غريبة عجيبة تحيط بالمدن وداخل المدن ولا أحد يعالجها وعود كثيرة وبالتالي هذه العشوائيات يعني تأكل المدن تأكل الواقع الاجتماعي في العراق بدلا من عادتهم وتأمين يعني أراضي لهم تأمين سكن لهم لا أحد يفعل ذلك الكل يعدهم وعود بتحسين الخدمات لهم ولا أحد يعالج المشكلة الأساسية نحن لدينا أزمة سكن خانقة كبيرة يعني نحتاج حاليا نحتاج إلى نحو خمس ملايين وحد سكن العراق يحتاج أكثر من تسع ملايين عراقي بدون بيوت بدون سكن فبالتالي تجهون إلى العشوائيات أين يذهب؟ كيف يدفع إيجار بيوت لإيجارات عالية جدا وغالية مستوى الحياة يعني الأسعار مرتفعة جدا وخاصة الآن بعد هذه الأزمات الاقتصادية وبالتالي هذا العراق يعني من أزمة سكنية إلى أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية إلى أزمة إمنية وأزمات كبيرة ومنها هذه العشوائيات هذه القنبلة الموقوطة التي قد تنفجر في أي لحظة لعندما تشكل هذه العشوائيات نحو 20% من سكان العراق فتخيل كيف يمكن أن تكون عليه هذه الحال في مجموعة من البشر غير مخدومة بكل شيء لا يحصلون على أي خدمات في جو في الصيف والحر اللاهب وفي الشتاء والأمطار والبرد ولا كهرباء ولا مياه ولا فبالتالي ولا مستشفيات ولا مدارس وبالتالي أجيال كبيرة تنمو وتكبر وتعيش وسط هذه المناطق كثير من هذه المناطق على أطراف المزابل وداخل المزابل بيوت غريبة عجيبة عندما تنظر إليها تنظر إلى بلد يعيش قبل الثورة الصناعية كيف الحال العراق لم يعيش مثل هذه الحالة حتى مع المعالجات الخاطئة التي عالج بها عبد الكريم قاسم وغيرا عالج هذه القضية لكن مع ذلك هؤلاء لم يعالجوا شيئا هؤلاء تركوا الحبل الغالب مثل ما يقال وتركوا الحال وتركوا الناس تأكل بعضهم هذه واحدة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها أهل العراق ولا حلولة جذرية لهذه المشكلة المشكلة تتفاقم حال حال كل المشاكل الأخرى وسرعان ما ستنفجر كل هذه المشاكل وهذه ليست دمامل وستنفجر لا هذه قنابل موقوطة ستنفجر وانفجارها سيهز العراق هزا وهذه الحكومات هي المسؤولة وهذا النظام السياسي هذه العملية السياسية هي المسؤولة عن كل هذا القراب والدمار الذي يعيشها للعراق أترككم بخير وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله اشتركوا في القناة